الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأنا عايز أقول لك الخبر ده بشكل شوية مختلف المتحدة للخدمات الإعلامية تقدر تقول بملو الفم أنها أكبر كيان إنتاج إعلامي في الشرق الأوسط ككل بالحقائق والأرقام نهينا عن أنه كمان المتحدة هي كيان مصري وبالتالي المتحدة باعتبرها كيان مصري فهي جزء من القوى الناعمة المصرية يعني مرونة وقدرة المتحدة على التعاقد مع المبدعين المصريين هي الأكبر على المستوى العربي ما هو مصر؟ مصر هي الفن وهي الإبداع هي الأغنية وهي الموسيقى هي الفيلم هي الدراما إليك حدث ولا حرج فالمتحدة كيان كبير كيانات الكبيرة بتشتغل إزاي؟ كيانات الكبيرة لا تقف عند حد معين كيانات الكبيرة طول الوقت تتطلع لقدام تبص تكبر أنا بنتج مسلسلات وانتج أفلام وانتج وفاقيات وانتج برامج وانتج أعمل منصة زي واتشت وهكذا فالمتحدة خدت قرار بين إنه؟ هي قادة عمالة بتطور من خدماتها التي تقدمها فهيبقى في عندي المتحدة بقى تعمل إيه؟ بودكاست شوفوا أنا برح كنت بقول لكم إيه وانا بتكلم معها صادقنا الدكتور أحمد سمير تقولوا يا سلام لو تعمل بودكاست هنا هو في مصر ويبقى جميل والله العظيم أنا ما كنت تعرف إن المتحدة هتعمل بودكاست شوف بقى هنا ده معناه أصلا أكيد أكيد مش المتحدة سامعوني بقول كده مرح يلا بينا بقى يا سلام يوسف انت بنحبك قوي هنعمل بودكاست عشان خطرك لا ده شغل ده شغل ده بيزنس فلازم يبقى أكيد سبقوا مساحة وفترة كافية من التفكير كويس قوي المتحدة تحط القرش في مكانه احنا مش بنرمي فلوسه على الأرض ونعمل فانتازية اضرب بومبو والعنار دي مصر فالمتحدة تعمل البودكاست بتاعها وتقتحم هذا الأفق الرقمي لو صح التعبير هذا الأفق في عالم الديجيتل ميديا وأستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلاص مضى عقد مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بودكاست إسلام فوزي طبعا يعني ينطلق بالروح الشبابية الوثابة كما هو حاله دائما اللي بتتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة جيل ولادي وولادك وأحفادك وما إلى ذلك يعني على حسب كل واحد فينا وصل لكم سنة دلوقتي وعنده أحفاد ولا لسه ساعة عود أفكر وفضلي خمس ست سبع تامن سنين وبقى جد ينهر بيض طيب البودكاست بتاع إسلام هيبقى اسمه في إيه في إيه ويقدم بقى إن شاء الله بقى متنوعة جدا من الموضوعات اللي بتهم هذه الأجيال الجديدة بخفة ظل المعهودة روح جديد للبرامج الاجتماعية تصنيفها تقدر تعتبرها لايت كوميدي سميها كتب ممكن تبقى لايت كوميدي ممكن تبقى سوشيال كوميدي يعني ممكن تصنفها بهاتين أو بهاتين التصنيفين طبعا البودكاست ده مش بس هيبقى البودكاست بتاع إسلام فوزي لكن هيبقى فيه أكتر من حاجة خطة كبيرة وشملة للمتحدة لاقتحام هذه العوالم بحارة صينة محكمة علشان المتحدة رايحة للشباب المصري والشباب العربي ككل دي رسالة مصر إن احنا بنصنع لأجل كل المنطقة مش لنفسنا بس بنصنع دايما محتوى محترم عليه القيمة محترم زكي محترم وزكي ومفيد وهكذا ترجمة نانسي قنقر